بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم أعزائي المتابعين الصفحة السلام عليكم ورحمة الله الليلة في طار حلقة جديدة من الشقة 316 نخطينا نتكلم عن أحداث اللي خلقت ذو الأيام اللي عادت بي لنا واللي محتبة جبلتها كاملة تعتبر فضايح وفضايح كنا في قينا عنها وفي قينا عننا يضطر حد أن يخوض فيها غالب هذا واللي خالق في موريتان لا شك بلا ضلع عن أي حد عنده شك فان دكتور شاب من عيارة أحمد والإبراهيم والشيخ سيدياء أحمد إبراهيم والشيخ سيدياء طالع في اللي يتكلم فيه وما ارتبته فيه وما ارتبته في الخبرة فيه خبرة فاقيه في الفقه من نفسه لأنها مرحلة دكتوراه ومرحلة تجريب ومرحلة الثقافة واسعة من دعانها قدام شعب الموريتاني وقدام أي حد وهي يدركه القبيل عنده من المؤهلات اللي يميز بين أسماء كانت في الحكومة وأسماء موجودة في عضاء وقضية قديمة وقضية جديدة وملف فساد وتهريب من ملف ذاني ومن القباء جدا عن النظام يحاول يضغط عليه ويحاول يذنيه بأي طريقة ولو يقولوا عنها ملفات قديمة كانت لأنه هو الذنب قايم قايم ونتكلم عنه هو تعطيل الرئيس الجمهورية الملفات إذا نبتموها إحنا ما نفاجئنا يقار دائما تم الشهادة اللي موجودة وهذا بعد طرمال يقول له واحد من الفقهة الفارقين بيه اللي يقول عنه ومن يكتمها فإنه أذم قلبه وهي شهادة والراجل قال هي ويلو فالضغط عليه هو سواء بالنواسط الأسري والله عن طريق أدوات الحكومة اللي تستخدم دائما اللي هي الشرطة وذل نعم المسائل ما يطفي ذرواية هو ذلي ضعف لأنه بيّن ضوء على رواية الشعب كامل عايش ومكتوي بيها اللي قال لان الموسيف عندي شنهو هو تخلي الشباب عن أي شاب منهم على مستوى سواء ما هو على مستوى من أي نوع بذل جهد وضحها بمصلحة وضحها بهم وضحها بحرية وضحها بياسر ميشي إياك دافع عن حقوق ذا الوطن ذا هو وما تكون علي الناس الموجودة الناس الموجودة ما تختير حد شاب أبدا يظهر أبدا بيناتها ومنين يظهر له يدخلوا فيها القبائل ودخلوا فيها الأسرة والتالي ماشي ليتسمعوه ليتخطاوه هلو قدوا قاعد يتبرؤوا منه وهذه هي التخلق دائما في موريتان للأسف الشديد والشباب منين يرجعوا يقولوا إحنا ذا اللي عدل ذا قاعشن هو ذا اللي قال ضركت إياها لتراجع عنه وعقب به اللي هو المهم ما هو أنه يتراجع عنه لقال لقايش قد ينقبضوا يعذب قال ياسر انقبضوا ومسلمين وعذبوا قالوا عنهم وعلا بعد ياسر منهم قالوا عنهم مراقل إسلام وعذا ما ضرتوا باللي مضطر معنا قاع هذا كان مالي اللي قال ما خالق منه شي الرجوع لمواقفه وموقف يذكر ويشكر ويوشاد به وبالتالي جميع التضامني كامل معه والشباب كامل يضامني معه ويالله استعمار اظنوا عمل التضامن لانتو ما يقدر الله يظهر فيكم لجم ويطفى بها اللي كلها يدور يظهر في نفس الوقت اللي يظهر يظهر في عمل ميداني يظهر في تعبير يظهر في كشف حقائق يظهر في مؤازرة يظهر فيكم تعودوا جسد واحد تعودوا لحمة واحدة هذه هي الطريقة اللي اللي شاك عنها يالله تخلق وهي اللي قد تصبقتكم بها الأمم ولا قد تخلق سابقا إذا يتكاتفوا ويعودوا ماجهين في الطريقة واحدة كيف تمال الليلة اللي قبضوا شاب ثاني حميدة والعبداللهي والله اللي نعرف الوان بعد على الفيسبوك العربي المستعرب وكان يقول كلام هو تعبير عن رأيي بعض الناس قد يشوف يشك عنه كلام جارح والله في بعض الكلام الجارح وهي الفكرة كاملة اللي يتمحور حولها فكرة كاملة يتمحور حول هذا الموضوع هو حق أنه قد يقوله أي مواطن وحقها عقلبيته لا ناصحها للرئيس اللي عاد معالم بها يقران ما نعرف ذا ما ركت الجيل كيف قدت لكم الإطار لذا النظام شنه اللي ما قد تطرى اللانظيم السابق قل لي كان تقوى منه ومكنه أكثر هيبة الرجل عنده الحق اللي نحن معروف عن المظلوم والمكلوم ما ينقبضوا بكلامهم قد ما يطيح منهم لأكل كلام كامل إزاي نعند لقاج يسمع والله الكلام اللي شاكوا عنه على المستوى والمستوى اللي بالمناسبة وأدبياته تعدل أصلا الله في شي فيه تفاخر والله في شي فيه شكر المذمة السارق لا يوفي بوصفه بدقة يكون أنه سارق القاتل لا يوفي بوصفه بدقة يكون أنه قاتل وأي جريمة ذاني والله أي عمل ذاني مشين لا يوفي بوصفه يكون اسمه الحقيقي لأنه ولاد حسان اخترعوا له ياسر من الكياس يقول لك واحد تعد كاذب هو ليقول لك عنك كويتب ليقول لك كاذب صراحة ليقول لك ذاك اللي رجع له هذا كاذب ليقول لك ذاك اللي خاصة وشي هذا معنى أنه كاذب ذا النوع من العبارات هذا هو اللي عادت الدورة الدولة في أسوأ لأحوال تسمعهم هم لا يوفوا حقها في أي شيء معناها أن أي رقاج أخر مكتوي بنار بطالة ظلم ضيم إفقار تجهيل أي نوع من ذا المسألة إذا هو قال الكلمة خاسرة لا ترى تقل الله أظل الجيلة بي اللي أنا حالا منين يختار لي رقاج لمبدأ نعرف عنه ظالم أبويا ما هو أنا والله ظالمه جدي يقول لي الكلام الخاسر نسكت عنه فلا حرى نعود أنا من نفسي نعرف عني ظالمه ولاني متخير في ذاك الكلام اللي اللي يقول لي مولي لاني سألي تقبلت الأمر ما قد رصا متقبله ونشتقل الليل والنهار قاعد ندور نقيره فرخة فلا حرى نعود راقد عنه الليل والنهار رقت الجيل العجيب عنه لو كان رئيس قض وتنقب وعدل كيف اللي عدل حجاج ابن يوسف منين جبارة مجنون واحد باطن من بني عجيل والله بني عجيل وقال له ما قولك هو رامب تلثم قال له ما قولك في الحجاج قال له قبحه الله ما ولي العراق شر منه قبحه الله وقبح من عينه والله من ولهه هذا بتنكر وسوى الرقاج وقال له الحقيقة مني نصا قال له وتدري ما ننا قالوا لا قالوا أنا الحجاج من يوسف الثغافي قالوا أنا قالوا ما لي مجنون بني عقيل والجيني قالوا دوسا نهارين وهذه واحدة منهم فقد يسألك رأسه اللابن وضحك وتوفن والبديهة حتى ياسر بلاس قد يقوله الحقيقة يا قير منين ورذاك يتلافاوها نتيجة الضر واقع عليهم ما عليهم لهم ولا عليهم أيش معا أن هذا كان بالطرع فيما وخارق الناس كان لما شعات الله القدام والمصيبة أعلن الإنسان منين منين يتعرق قدام المجتمع ينفضح يا قير المسؤول منين 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 يتنقب قدام المجتمع ينفضح حتى هو مولي به لي لي يسمع ياسر من الأمور الخاسرة ليه تنقله ما تقول تنقله وجو ياسر من ناس ضعيفة يقولوها ولكن كيف ترى حديث قد تسمعتم ماني رابط قاع نصه يا قير بعد معناه قدوا صحوا أن طلب أن القبرة أهوالا ما طلعتم عليها لما تدافنتم حتى مولي ذي الكلام اللي ينقال للنظام الموجود حالا عندهم الأهوال ففام بيعة كسكس وبيعة تماتا والفقارا وفي كل حد الناس صل ما عنده تلفونات اللي يسمعوا رئيس والله يسمعوا مسؤول من القريب ما هنه ما مات ليه يحبس حد لأيام الدول الأخرى بيعرف عنه عقوبته شيء يا الله يعدل يالك بعض الموريتاني كاملة تكركبته ويعدلها حبس ويمرق عنه يقعد في سنة قالو الله في المغرب والله في الجزائر والله يقعد يدير الموريتاني من فهم بها اللي يتعود بالنسبة لأيام الدول الأخرى بلايح بس الناس كاملة من يتلقى بحد منهم يمرق ويسول عن راسه ليجبر حقيقته عند الناس اللي قرقاه هو حقيقته كلها يعرف حقيقته كلها متعامي عنها متعامي عنها عاد برقة جل المتينة اللي ما هي هي اللي تقدر تحل تحل المشاكل اللي هي تقدر تسكت الناس هذا الشباب اللي كما تقول عليه متفاوت مستوياتهم متفاوت مكانتهم العلمية طبعا مهولات لا تفاوتة بين المخلوق ومخلوق على جهة موريتان ما هو عند الدولة من فاسة اللي مصنفتها في الكلمة خاصة في التعبير نحن حالا ما يقدر تكلمتهم وقعتش تولي مدوين كوري بولار صوني كيم ولوف قعتش تولي ما هو خالق السبب شنو عن هاذو الناس ما يتكلم حد منهم ما يقول عنه متعامل والله عميل والله انه يدبر المكهيد هاي العقدة درتوها في أولاد موريتاني من الزنوش من يتكلم حار طاني نقال عنه عنصري وانه واهم تمدداني عنصرية وانه واعزته من يتكلم بيضاني نفس الشي من يقال عنه مجرم وتجرمه قابلته وانه قد تجرمه وصرته من نفسه وانه قد تبرأ منه فهذه العقدة اللي داريني مشميع لطياف البوريتانية ياك تم ومسكوت عنكم ما تسمح بها الدهر الدهر هي ناس فيها انترنت عادت وفيه معلومات وفيه لسنة وفيها أرواح ياك تقطعوه لا بدأ تنسبقوا في ذا ومنينه ما لي يفرق لترجع لكم الناس اللي تركتات اللي كنت تعرفوا ذيك ساعة اللي كان منين ينزرق تراكت واحد هذي كوليج دقارسون والله ينزرق هذي سلاسينا ولا هذي وزارة تحرك الدولة كاملة ما يعرفه من صده وتوغط واحدة مقبولة ولا يعرف منه جاي فحمد المولانا ذا اللي تتعاملوا معاه وذا اللي تتكلمونه اطراعوا فيه وتعرفوا هو منين وتعرفوا وذا اللي قال اش ما ديور به؟ ذا اللي قال مجرد تبيان للضوء الذي الخسايس وذي السرايق وذي الإضرار بمصالح الشعب الموريتاني لا اكثر ولا اقل اقبضوا مسؤولياتكم وصالحوا الوضع ماهو عن طريق المواجهة مع الشباب والمواجهة مع المجتمع الموريتاني بكم اللي ذا اللي لهيت اللي ذا اللي واحدين فيه حالا فانتم مشيتولوا واحدين سابقكم بيديكم انتم مضالعين معاهم والصف اللي يتمشيكم مادة ثانية مقطعة الضالعة معاكم وليتخلط كامل بكرة احمر وانتم مليتعودوا خلي لهي يطبق الهي يطبق موضوع ذا اللي موضوع ذا اللي الطالب اللي يشير ماهو لاحق نص متر طوله واقف يطاول مع معلم ذا اللي يقولوا ليه اندق دق دق سنيك ويقولوا اسوأ العبارات اللي قد يقول رقاش كبير وليه حد صغير والمصيبة اعلنوا حتى التلاميذ اللي معاه شي منهم يوحك شي منهم يوصف في تلفونه شي منهم عنه يحكم ليشير عن ذا الراجل الكبير اللي واقف اللي عنه بيه اجيال ومعلم والمعلم سيكي مغلوب على امره ماهو قاد يتكلم ذا اللي يشير بالطبع انه ما قد عود خايف منه لان ما فهم اي مجال المقارنة بين رقاش كبير ورقاش صغير يقول خايف من ذاك اللي ليه يخلق الوراه من قطع عيش وقيله يبتط وقيله ينحبس وذاك اللي ليه ينقل وكام ذاك اللي ليه يعدل وراء ذاك وهون نقوله المدرسة الجمهورية ولين رابه اجيال انا نعرف زمن يشير منين يعدل شي خاسر في كلاس ولا يقولوها تلك كامل نحن نعود لك ساعة كلاسات فيهم مئة اثمانين الى مئة طالب والله مئة تلميذي باطن عودوا في المدارس ومنين ما نقوله احنا كاملين يدخل علينا يمبدع علينا بالدبوس والله يمبدع علينا بكروة المتطبية نعرف وهذه الواية كانت تكتر شي عند خوى الزنوج وحتى احنا المعاشرين مساكنين في البلد كامل كانت عندنا نعان يشير منين يقبلوا حد في المبدي يقول كلام خاسر والله عدد الفعل خاسر والله داخل فروايا خطر اول شي عادوا يجيب بعد قاع فيه ولكثات ويكردوا بوذن ويمشي به لدار اهلو مني يجيبوا المرض على اخباره قدام باقلي يشير يشوفوا اهلو ما خلاوا ذلك الراجل يمشي نينسقاوه والله وكلوه لك طبعا لانه حتى المجتمع القدام يا ربي فاليوم الجريمة لانحلال ضياع القراية ضياع حقوق نديروه عليش نديروه على الامور الدخيلة وعلى الاعلام وعلى الانترنت وعلى القنوات وعلى القنوات اللي فيهم منشي ما خييف منه لانحلال الخلقي وهذا المجتمع المورتاني ما وطارينوه الزنا الشذوذ هذي امور ناس كاملة تعرفوا عاقرة ويعدلوها للحي ويعدلوها الناس اللي كارطة ولا يختلفوا من الرقاع الامارة اللي نتفقريش عن ده المورتان فهذا المدى من اللي تستنكرها اللي يتدخل في أسرم المتاهات ولا عندها علاقة بذلك يقر عندها علاقة بالمذل القريبة للمجتمع اللي يرباوا فيها ترك انفسهم ولهم عن اباتهم ولما ماتهم وما قاد ينعتنوا عليهم يلبوه وللوم من يعد مهو قاد يربي ليشير هذا الشي يقر ليشير عنده مجتمع ذان يربي ويحامروا ويخرى السلوك وقدامه المجتمع فيه المعلم ذلك الساعة رقم البقر ما خيوف منه مهيوب والمرابط اللي قار اللوح ما خيوف منه مهيوب وتجاب له لذنينية ولا ربعية ويبط التركة اليوم هذا دنات قيمتهم والسبب فيها لا ناس اللي يا الله أصلي تعد يلعاطيتهم القيمة ومستمدين قيمتهم عنهم مدة تربي مجتمع وتربي أجيال وتوخض نشئ ما هو ابو للم والبو قد تعد قاع الشاري بخامره وللم قد تعد مخصور التورس هذا عادي يقول المجتمع القدام يا ربي وتو مجتمعكم مات لمجتمع تربية وحكومتكم ماتات حكومة قد حد عاد فيها يلبس ذوب الوقار المفروض على انه يلبسه تمذيل الشعب من نفسه والله خدمة الشعب فمالعجيبات عن ذلك يشير انه يطاول عدم لادم له له دق دق فهم لادم لي ما وقاد يتكلم له والله في الحالة العادية لا تعود كرامة وقيمة المعلم بعيد من ذا وهي بتتعود بعيد من ذا يا قير المدرسة الجمهورية تبعيد عنها بكم ما قم عاطي فيها حسن مثل فباطل الموضوع الأساسي من ذا كامع للشباب القصة ما هي قصة مواسم وقصة ما هي قصة كلافية ونحن نجوا والله 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 كامل التضامن هذه كامل التضامن قل عهمنا في فامكم كامل التضامن مكتوبة لا عبرة بها ولا مهمة واذا قلت حق والله لا شو سلبت يمينك والله شلت يداك والله غيره هذا لا عبرة به كامل كلها يعرف عنه يقبط دوره فهموا يا شباب ألا أنكم تقبط دوركم في مجتمع من مدة شابت على النفاق المدة ثانية شابت على ظلمكم وسرقة ممتلكاتكم وتفرقة بيناتكم فالمؤازرة ما هي ما هي بكلافية والمؤازرة ما هي أنه منين يكرد رقاج يندار صورته على فيسبوك وكله يدير عنه متضامن معاه ومنين يمشي ذاك رقاج لذاك هو والله يوخذ والله ينطلص يوخذ الأصباح مذا كامل يعد كأنه ما قد تخلق التحرر واسترجاع الحقوق ما يخلق بالرقاج إذا كانت الرقاج قد يعدل الشي يعود هذو الناس اليوم اللي راقدينه في دورتكم عندما يمنى الثرروا يعدوا قدوا يعدوا لكم شي بدونها وتعود ماذا تحدى فهم بايحلوا يحلوا فهموا يقير الرقاج والتقاعوس والخوف من البط والخوف من الحبس والخوف ما لا يخلق شي ثم ذا اللي فيه حالا حبسه كبير وذا اللي فيه ظلم كبير وجوره كبير واللي منكم شاك عنه وزال يطلع اللي يعود بأسرته لا يعود بأسرته يقير بأسرته أبوها ماهو 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 كيف تلبات به اللي لا يقدي حل فهمه ولا يقدي لبات به اللي ما عنده فرصة مهما كانوا شهاداته ولا مهما كانت خبرته ولا يقدي يعود أبدا الرقاج قدام رأيته ماذاك اللي قانعوا بها الرقاج أخر معاه ولا عنده اي شي من مقوماته ونهاره طائرون لا يطرح له حقيقته فترة يلين قالوا انت ما انك راجل ولا انك رقاج ولا انك منتج ولا انك شي سوى وهو شن هو فحاولوا تعدلوا مجتمعكم وحاولوا تعدلوا وتقبلوا حقوقكم سابق سابق تحاولوا تحمروا الرجال به اللي هذا مور تاني ما يحمروا فيه الرجال به ما فيها الرجال عنده الحال. ولا قدوا فيها رجالا ما ما وقضتوهم تماما من بيناتكم. الخالق كان يدرتموا لنا من دونه. اللي فاتمشي يمشي. ولا يمشي ماشي ولا يموت على ذاك الباطل اللي اكبر عليه وذيك الطالبة وذيك الانصياء على ذاك وذيك التبعية. وقلت لكم عن اغلى الخالق لأولاد ولا ولا قد يتمرأ منهم لقاش خايف على مصالحه ولا خايف على الإضرار المصالح ولا خايف على واضيف ولا خايف على حد من وخر لا ينقص. فما بالكم بشي ذاني. يوم يفروا المرء. ورانكم بشتوه اليوم في السياسة الموريتانية. والصبح الدور تشوفوها في وضاع ذاني لتمات موريتاني خالق. معناها انكم لا تعود تضامنكم موسمي مع هذه الأمور التخلق. من هون عن تضامني وإجلالي. واكباري. لهذا الشباب اللي قطوا تعرضوا. لأي نوع من ضد قوطات اللي هي والله السجن والتعذيب والله اي شي من ذلك شباب الزويلات اللي ذلك سبقوهم. اللي ذلك عليها تفريط. لهذا الدكتور والشيخ سيديا الولي عبداللهي. العربي المستعرب. الرئيس حركة كفانا. هذا خير من نحنا كاملين نحنا قاعدين في بحبوحة عملة. عيش نقدوا هون رئيسة امريك من نفسه. اللي نحنا جايين براني عليهم قد نقولوا له اللي بقينا. وهم واقفين فهم وواجهوا. ذيلهم وولده هي وداروا فيها روصهم. وانساموا عليه ذلك الانسام واللي ينتهكوا اعراضه واللي بتططوا علياته واللي ينقال لهم الكلام الخاسر واللي بتططوا هو من نفسه واللي ينتغط عليه واللي كل شو عدل له. فا لهم مني كل التاحية والاجلال. وهذا وليالي عدوا الشعب الموريتاني كامل الشبابه. انهم اي حد من متقدم لذا يعرفوا علينا وضحى بياسر من التطحية. وفوجه نظام فاسد. وفوجه نظام لا يراعي كرامة لمخلوقين ولا موجود. ويعلوا شأنهم. ويعلوا ذكرهم وهم حق بانهم يتبعوا من حد اخر قاعد في البرود يتكلم. والله حد اخر قاعد في الحمان وساكت. وقال عنه جابر الحمان والجابر شبيل اللي خايف. الخوف يوفى. وذلي عندكم من الثروة يوفى. فحاولوا عنكم يوفى خوفكم. سابق توفى ظروتكم يوفى حقوقكم. بيوم اللي تقاد وفيانهم اللي تعقبوا اللي تعودوا. تحررتوا وعليش تحررتوا على الجوع وعلى الويل الاحمر وعلى الدرق مات لي فيه الشينكرات كامل. وراجع ان تقير مولانا الحال. وعلن هاي الرسالة توصل للشباب وما الناس الاخرين. مات لي واصلهم شي. وختاما لهذه الحلقة أنا مات عندي نقول لكم ما هو عني. وداتكم مولانا وإلى حلقة اخرى من الشقة 316. والسلام عليكم ورحمة الله.